عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو عبر مكتبها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا اجتماعاً إقليمياً على مدار يومين بالقاهرة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد لإنشاء المنتدى العربي للخدمات الإرشادية الريفية ويهدف الاجتماع إلى توافق النقاشي حول رؤية ومهمة ووظائف هذا المنتدى ذات الأولوية وكذلك تحديد الخطوات الفنية والتشغيلية التي تؤدي إلى إطلاقه وسيواكب المنتدى العربي مجموعة الشبكات الإقليمية حول العالم تحتمي ظلت المنتدى العالمي للخدمات الاستشارية الريفية Jifras is a network of networks in rural advisory services so just to have this forum for peer-to-peer learning, for exchange of information for being able to understand global issues and access global knowledge in extension and advisory services I think we are very happy to always foster that We can support AFRAS through our various stakeholders that work directly with EFA وهي تحتوي على المدينة، المشاكلات، الفيديو، نجوانات، ومعارضة التقنية. لذلك نعمل مع مختلفة من المشاكلات التي يمكن أن تساعد المشاكلات المتحدة في الوصول على أفراس في تصويرها. يمكن أن تلعب الخدمات الإرشادية الريفية دوراً رئيسياً في تعزيز سبول العيش. والحد من الفقر الريفي وانعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي يتطلب إقامة شبكة إقليمية قوية لدعم الاحتياجات المتنوعة لمختلف فئات صغار المزارعين والمنتجين في خطوة جريئة نحو التحول الريفي الشامل.